وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد دكتور كريم بعد التحية تابعنا منذ قليل لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المشروعات الهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة كيف تعبعت هذه الدولة دكتور كريم؟ يعني طبعا ضعونا نصافك على أن مسيرة التنمية تسير ولا تتوقف أبدا ويمكن يعني الدولة المصرية منذ سنوات وهي يعني تركز مجهوداتها في مزيدا من تطوير الاقتصاد المصري رغم الصعوبات العالمية ويمكن احنا النهاردة طبعا شفنا أن السيطر الرئيس استطع عدد من المشاريع أو تابع عدد من المشاريع اللي حصل فيها توسعات في المناطق الحرة وطبعا يعني للذي لا يعلم أن المناطق الحرة دي بتكون تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار وطبعا يعني المناطق الحرة دي دايما بنقول عليها يعني في إطار أن الدولة المصرية يعني وضعنا استراتيجية 100 مليار دولار صادرات فإن المناطق الحرة أو اللي بيطلق عليها مناطق تجهيز الصادرات هي يعني جزء من الدولة بيباليه يعني ليه أحكام ضريبية وجمركية ونقضية خاصة به وبيكون مخرح بيه أنه هو يتم تنفيذ عمل فيه مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة باستثناء مجموعة معينة من المشاريع الاقتصادية والصناعية اللي بتوبها ممنوعة أن هي تم تنفيذها في المناطق الحرة وبالتالي المناطق الحرة دي بيكون فيها مجموعة من المزايا بتجذب المستثمرين أنا زي ما قلت يليها قواعد جمركية وقانونية وضربية خاصة بيها وبالتالي هي بيكون فيها حرية أكبر لتحويل رأس مال المستثمر الخارج في حرية أكبر في أنه يختار مجال الاستثمار اللي هو عايزه وشكله قانوني بيكون أيضا عنده حرية في استغلال الطاقة المستغلة لحساب الغير فيه تسهيلات للمستثمرين الأجانب في الإقامة وللعاملين أيضا لتصريحات إقامة ولهم تسهيلات على حسب المشاريع اللي بينفذوها بالإضافة أنهما بيكون لهم نوع من أنواع الإعفاءات إعفاءات الأصول الرأس مالية ومستلزمات الإنتاج وخلافه وأيضا بيكون فيه إعفاء للصدرات واردات تلك المشاريع من وإلى خارج البلاد من أي رسوم جمركية أو ضرائب أياً كان وبالتالي إحنا بنشوف أن دي تسهيلات بتقدم للمستثمرين في المناطق الحرة على وجه الخصوص لأن دي بتكون موجهة للتصدير إلى الخارج وبالتالي أيضا إحنا هنا بالشكل يمكن بنفرق بين المناطق الحرة وأيضا بين المناطق الاستثمارية المناطق الاستثمارية بتكون منطقة متخصصة أكثر في عمل مشاريع صناعية بتكون محتاجاها الدولة وإحنا شفنا أنه يمكن أنه تم من كل المحافظات تقريبا تم طرح فيها مناطق استثمارية ولكن المناطق الحرة بيكون يعني عددها محدود لحد ما ما تناسب مع طبيعة النشاط الاستثماري أو مع طبيعة احتياجات الدولة آه يعني الفرق بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية أن المناطق الحرة عليها إعفاءات كثيرة من الدولة في سبيل أن هي كل إنتاجها يكون للتصدير للخارج أما المناطق الاستثمارية دي بتكون مناطق ممكن تكون متخصصة في نوع معين من أنواع المصنوعات مثلا للإحتياج المحلي من الإحتياج المحلي وإن كان ممكن يصدر إلى الخارج ولكن بطبع المناطق الاستثمارية يعني متاح أنك تصنع فيها ويكون فيها كل الأنشطة ولكن بتخضع للقوانين والضرائب العامة لقانون الاستثمار لكن المناطق الحرة عليها قواعد جمهورية وضربية وتفتيلات أكثر آه علشان يكون عندها قدر على المنافسة في الأسعار في الخارج مثلا بالفعل أن هي بيكون غرض منها مناطق تجهيز استدرات أو مناطق الحرة عليها غرض معين أن هي تصدر للخارج ده الهدف الأساسي هنا أن هي تصدر للخارج في حين إذا كانت عايزة توجه جزء من إنتاجها للداخل بتبتدي تخضع لضرائب وجمارك أخرى علشان ما يكون فيه نوع من أنواع العدل والتوازن بين المشاريع والمصانع اللي في المناطق الحرة لأن يتأخذ تأثيرات كبيرة وبين اللي في المناطق الاستثمارية وطبعا إحنا عارفين أن المناطق الاستثمارية دي موجودة في كل الجمهورية تقريبا مناطق استثمارية ومناطق صناعية كد تكون مناطق صناعية متخصصة أكثر زي ما احنا شفنا في منطقة استادات الصناعية في محافظة المنوفية بتكون فيها منطقة خاصة للغزل والنتيج منطقة صناعية خاصة بالصناعات المعدنية بالصناعات الطبية وطبعا يعني المناطق الاستثمارية دي بتكون مرفقة المناطق الاستثمارية دي بيكون مرفقة ويشرف على ترفيقها مطور استثماري بيسهل الإجراءات وبيسهل الترفيق على أساس أنه بيجي صاحب مشروع بيكون جاهز بألاته ومعداته ويبتدي يخش في النشاط الاقتصادي اللي هو عايز يعني يشتغل عليه وبالتالي يعني بتكون هيئة العامة للإستثمارات هي المسؤولة وهي المنوطة على تنظيم كل تلك الإجراءات نعم الدكتور كريم يعني اتبعنا يعني يمكن تعبير جديد ظهر وهو البطاقة الذهبية أو الرخصة الذهبية للمصانع معنا ذلك يا فد طبعا الرخصة الذهبية نيجي يعني احنا زي ما حضرتك أشرت منذ قليل أني استثمار الرئيس تحدث وقال أن الحوار مع المستثمرين والحوار مع مجتمع المال والأعمال والتحدث معهم عن المشاكل اللي بتواجههم منظرش ننكر أني طبعا أكيد فيه مشاكل وفيه عوائق وفيه روتين وفيه يعني ممكن يكون بطء جدا في الحصول على الترخيص وعالموافقات عفوا دكتور كريم أشكر حضرتك الدكتور كريم العمدة وأستاذ الاقتصاد